فهل خاصة إجابة أجل مؤسسة، فهل من أحد يجبدو أخرى الفوضى فى قدادة بلد حكني ambiente فيناها لا؟ هذا ليس فعل uma decisión administrativa تحميل الإنسان بفكر لا أتفكر لأ قدادة دي رفTV أتفكر مواجهة للنزيد السلام عليكم ومتحقي طيبكم محبونا قناة كريم كسري إنما كنتم مرحبا بكم عام جديد فهل الفيديو عنتق سمعكم مقتطف من التحقيق الرسمي مع وزيرة الخارجية السابقة اللي كيبان أنها تسيدها دي في موقف لا يحسد عليه طبعا دخول إبراهيم غالي لإسبانيا بطريقة غير قانونية حتى وزيرة الإسبانية السابقة في موقف حاري جدا لأنها تسيدها دي فهذا التحقيق اللي هنتقص معكم ده با كيبان الارتباك دياله والطريقة ديال الجواب لك تهرب من السؤال اللي قلب لها القاضي طبعا يعني بان العربون بأنه صراحة يعني تنويه تنويه كبير المخابرات المغربية اللي كشفات هاد اللعبة هدي واللي حطات هاد الوزيرة في مأزق جدا غادي نتقص معكم مقتطف من هاد التحقيق هاد اللي دار يعني بين القاضي والوزيرة وغادي نترجموا الكلام اللي تقال بالعربية بالنسبة للناس اللي ما كيفوه مش لغة إسبانية وباش تعرفه الفين غادي الأمور تين واصل الأمور يعني هادش هادا اللي وقع للوزيرة حاليا وهاد المشكل اللي سبت طبعا هاد الوزيرة صراحة يعني كيبان بأنه يديها دارتي اديها مع الكابرانات دي الجزائر الشقيقة محتراماتي للشعب الجزائري الشقيق دارتي اديها مع الكابرانات وها النتيجة فين وصلت والذي تبا وزيرات عرضات يعني والذي تقدير التحقيق يعني في واحد الجريمة غير تعتبر جريمة أن السماح عند دخول مجرم بطريقة قانونية وهنا رأى هالتحقيق بنا دي تسالع لملاح شنو هاد يقدر تكون النتيجة دي لها السيدة هادي فأخر المطعف موهم غندخلوا في واحد المقتطف ونسمعوا شنو تقال ونترجموا الكلام بالطب شننفهموا نفسي في عمّة شنو ترى والطب في التحقيق هذا شنو تقال ومانا عملاً لها الجريمة فهي زه قائد رأى أنت تكون شنو توقفت وقام لنعظم يحبون أيضاً قائد في الجريمة وطبع ما سنبع وقداً وقداً وشنو تقال لن لكنه وقاً وراً أدرجة وكرة من يتضاء من عملاً قائد y está posible, insisto, dentro de la discreción. Bueno, entenderá que precisamente, ya que está hablando, aludiendo tanto a la ley, yo me rijo por el principio de legalidad en los procesos penales, en todos los procesos realmente. Usted me está hablando no de la Ley de Secretos Oficiales del Estado, que es del año, creo, 1968, sino de una especie de adaptación en virtud de un acuerdo de ministros del año 2010, que, según dijo el señor Villarino, no está ni publicado ni comunicado. Si esas son las reglas del juego, ¿yo cómo actúo? Que estoy obligado a seguir con el principio de legalidad. Le están diciendo cada dos por tres, esto no lo respondo porque estoy vinculada por el principio de reserva en virtud de algo que dicen, que ocurrió, que sucedió, entre no se sabe quién es, que por lo visto deben pasárselo como un relobo de un gobierno a otro desde el año 2010. Parece que es una especie de un elástico, ¿no? Bueno, señoría, yo creo con toda humildad, creo que la decisión en cuestión está a su disposición y no es una decisión del Consejo de Ministros que yo me he inventado, pero yo también, señoría, tengo unas obligaciones. Y aunque eso me pueda jugar en contra mía, me parece que también es mi obligación respetarlas si yo estoy poniendo en riesgo... No, pero comprenda que es que no podemos nadie controlar un acuerdo, una norma, un protocolo que nadie sabe ni cuál es la primera letra ni cuál es la última, que se dice que existió o que existe todavía. y yo me vinculó por el principio de legalidad. Comprende que esa es la situación en la que estamos. Usted se acoge eso y me parece muy bien, pero comprenda que yo tengo que seguir buscando la ley. Cuando entendéis, ¿ Elle me dice cómo podría ser implementada por поч campuseses? Y si exista un roster que no llegaba a una de todas las chicas, es una manera畸ronida que no hiciste nada más. ¡Sólo que tenemos en realidad! Porque la zwei, muchas regaza se dice que se ajuste, solo los nobles, يعني يدخل هذا السيد هذا الإسبانية. وش كان قرار ديك بوحدك. ولا كان قرار مش شرك؟ يعني كي جهة أخرى دخل معك في هذا القرار هذا. الجواب ديال الوزيرة قالت بانه كانت قرار ديال الدولة قرار سياسي وليس قرار يعني واحد للإدارة معينة. كيرجع القادة مرة أخرى وكيعود سؤال بطريقة مغيرة. وكيقول لأنا سؤال ديالي مرتبط يعني بالمراقبة. شكو اللي أمر انه هات السيد يدخل بدون المراقبة؟ شكو يعطاه الاذن انه يدخل بدون مراقبة. يعني واش بوحدك انت لقررت هاتش هادا. ولكن جهات اخرى مشتركة معك انك سمحتي ان هاتسيد هادا يدخل بطريقة ما مراقبش يعني ما مراقبش. يعني كي هادر لشي مثلا على شكون اللي امر انه يجي ولا ما يجيش ولا واشتركتو. ولكن المراقبة علاج دخل بدون مراقبة. كيف هي الزعمة. شكون لي. والوزيرة ما تقدرش يتجاوب على هات السؤال هادا. لان علاج الموضوع دخله فيه جهات اخرى. وطبعا كما تتعرفو ايا الكبرانات دي الجزائر. ان يعني تحطى اذا يعني اتفاقية كانت مع الجنرالات دي الجزائر كانت الاتفاقية معهم واتفاقية سيارية. اللي فرشات تيهاده كامل هو المخابرات المغربية. القوة دي المخابرات المغربية هي اللي فرشات هات شي هذا. وهي اللي moderate ci هذا واحطة اسبانيا وحتى المخابرات الجزائرية في مأزق وجه لي خلى انه. في هذه الوقت هذه فاش تفضحوا. آآ كانت هنا روينا في الجزائر وتصفيات مفينتهم مفين الكبرانات. لان لأن المغرب سيقدر يفضحها. زاد القاضي يقول لها عاوتي نرجعات وكتجاوب عليه كتقول له طريقة مراوعة. كتقول له إحنا إلا رجعنا الجنح تشريعي السري بالعمل وقال لك نبحثوله وحد طريقة اللي هي أكثر سرية باش أنها تسيدة يقدر يدخل. هو القاضي باش غا يجاوبها. قلنا بأنك دابنت إياه ما كتدر. ليش لوحد القانون ديال الأسر الرسمية. هذا القانون هدا أصلا كي رجع لواحد عام 1968. قلنا ولكن كي تصدري له واحد نوع من التعديل اللي موجبه حتى الاتفاق ديال الوزراء العام 2010. وحسب يعني ليد اليمنى ديال الوزيرة السابقة أران تاقون زاليسليا اللي هو في لارينو قلنا عدت شي هذا يعني يعني سيكيرا تنشر. يعني شي قديم ها بكيت ذكر شقع. قليلا كانت هذه اللعبة كيف أشهدين أنا أنا ملزمتي بعد مبدأ الشرعية القاضي. آآ أران تاقون زاليسليا في هذا الموقف هذا يعني كاترجع بحلي كاتغزله. كاتقول له بكل تواضع القرار كيبقى في بيد كا سيدي وونا عرض ترسيل الخطار وكينا قتلوا كينشي أمور آآ كينشي أمور أنا يا قتلوا عطل عبدالدي. من الواجب أن نحترمهم ولكن عرفنا الخطر اللي أنا طيحت فيه. قال لك ما ممكنش ما ممكنش تحكم في اتفاقية ولا قاعدة ولا بروتوكول ولاشي حويش بحلقة اللي آآ اللي ما قادراش أنه تعطي واحد الجواب واضح. ما قادراش. ما يمكنش تعطي واحد الجواب واضح. هنا لهودنا واحد شوية لتحت. آآ كان القوى أن آآ 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 رد رئيس الرئيس المحكمة آآ آآ القاضي كيقول آآ آآ بها الطريقة يظهر أن آآ يظهر في القاضية على أنه يتم تحقيق معاه في جرائم المراوغة والإخفاء والتزوير. مزعومة في مستند خاص. والذي يستخدم هذه التغرى لتجنب الإجابات المختلفة. على سبيل الميتة الكشف عن من كانت السلطة الجزائية. عما. عن ما كانت السلطة الجزائية التي اتصلت بها. هذا الشي اللي ما بغيش آآ رانتا جونزالي تبينه في التحقيق. ما أتخذاش قول هذه القاضية. هذه مستحيل. يعني اللي قالتو غاتفر شرساء وغاتفا لمحاكمة. هنا قلاة يعني او من أعضاء الحكومة الذين يعرفون ما سيحدث والذين شاركوا في إدارة قضية غالي. يعني الموضوع يعني الفرشة التي تفرشات لا تحصل على هذا السياق هنا كانت Yangtia قول اتفاقيات назад الوزير الخارجي المغربي فكانت يعني كتبين الجزوينbaby الاسبانيا مع المغرب. ولكن المخبرات المغربية بعد ما عرّات هاتش هذا اللي وقع ما بين الخارجي الإسبانية والجنرارة دي الجزائر لما قادية فرشات وترونات وتحطات أرنتا قونزاريسلايا في موقف حاري جدا أرنتا قونزاريسلايا واخت مشي للحفز ما غا تقدرش تقول لهم أنا درتي يديه مع المخابرات الجزائرية وهما اللي تفقنا ما بعديدنا باش أننا ندخلوا إبراهيم غالي الرخيص بطريقة غير قانونية وباش أننا نساهم مفاجئة ما غاديش تقدر تعلينا هات الصريح هذا وخا معرف أشي غادي وقع لأنه ممكنش تدير بحالة المسألة هذه وتشيلي كيبين هاته غير واحد جزء من التحقيق اللي حسب المقال اللي أنا قررت دي الإسباني لأنه زادوا يعني بزاف دي الأسئلة اللي تحطات وكان دائما طريقة دي المراوغات في الجواب على السؤال هنا وحد سؤال قال له وش كنت عارفين بأنه جاي قتلوسي طبعا كان معروف وبزاف بزاف دي الحواج قال لم أتحقق هنا يا الوزيرة كتقول لم أتحقق أبدا من وضع القضائي لهذا الشخص لقد وتقتوا أن الطلب مقدم من الدولة الثالثة يقوم لحسنية ولم أستجب له أعتقدت أنه إذا تقدمت الدولة الثالثة بالطلب إلينا فلذلك لأن هذا الشخص يمكن دخول لبلدنا لن أجري محادثة بأي حال من الأحوال إذا كنت أعرف أن هناك بعض الصعوبات لهذا الشخص في تقوده إلى بلدنا لم أكن لأقبله يعني كو كانت عارفة أن هات سيد هذا غادي سببنا مشاكل البلد دينا أو لكينا وحال الطرف الثالثة اللي غادي إخبرنا بأن هات سيد هذا يعني ما صالح غادي جيبنا غالما تعب فالول ما كنت تقبل أن هات سيد هذا يدخل طبعا كانت قصد هنا الجانب الثالثة والمغرب اللي قال بأن هات إبراهيم غالي هو جريم آه هو يعني آه عنده جرائم دي الإبادة الجماعية ودار جرائم يعني آه دي الإغتصاب ودي الاعتداء ودي القتل إلى غير ذلك السيد هذا يعني مجرم وهات سيد هذا كتقول آران تكون زالت ليلة وكنت عارفة أن هات سيد هذا غادي وقال لهم في الأول ما سمحته بالدخول دي له وطبعا مش هذا هو الجواب الصحيح والحقيقي اللي كيقلب عليه القاضي لأن الموضوع متشبك ودخله فيهم يعني آه مخابرات طبعا لحد الساعة التحقيق وصلنا هات درجة هادي وكاد أسئل أخرى الطرحات على الوزيرة اللي ما جاوبتش لها وغادي يكون يعني جلسة أخرى حتى ريتما يعني يعني يبان الحق وغادي تحكم الوزيرة على إلى تبتد حقها شي حاجة طبعا كيبان صراحة كان نوه تنوي كبير السلطات للمخابرات المغربية اللي قدرت توصل لهذا النفو هذا وهذا المستوى هذا كم ما لحظتوا عني ارتباك عند الخارجية الإسبانية الوزيرة السابقة وارتباك عند فوس داخل الجنرال الجنرالات دي الجزائر اللي صراحة من بعد ما تفرشت هذه الفرشة هذي فالترونات وقعت يعني اغتيالة مبيناتهم وقعت بزرد الحويج والسبب يعني المخابرات المغربية التي لها حنكة وقوة عالمية ويعترف بها حتى الساعة هذا هو الموضوع وصل لها الدرجة هذي واللي بغيت نتقسم معكم فكنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ما تبخلش لنا باللايك والبرتاج للإخوان ومازال غانيجيبوا ان شاء الله فيديوات اخرين فهذا القضايا هذي حتى نعرفه المحاكمة الاخيرة فين غادة تمشي وفين غادة توصل واشنو غادة يكون النتيجة تحياتي لكم وحبيب قناة كلمة كسر إنما كنتم شكرا لمتابعة الفيديو القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته